السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بأبنائي وطلاب وطالبات العلم في الصف السادس الابتدائي في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في قسم الفقه والسلوك ودرسنا اليوم بإذن الله عز وجل عن سنن العيدين عن سنن العيدين وتعلمون يا أبنائي أن أيام العيد أيام فرح وسرور وأيام العيد في هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى تتقوى العلاقات وأواصر المحبة بين المسلمين وكذلك في يوم الفطر وفي يوم الأضحى نشكر الله سبحانه وتعالى على أن أتم علينا عبادة الصيام في عيد الفطر والحج في عيد الأضحى ففي هذين اليومين عيد الفطر وعيد الأضحى من السنة يا أبنائي أن نظهر فيهما الفرح والسرور واللعب المباح ونأتي الآن يا أبنائي الطلاب إلى مراجعة الدرس السابق الذي كان بعنوان صلاة العيدين وصلاة العيدين يا أبنائي الطلاب نأتي إلى أولا حكم صلاة العيد فما هو حكم صلاة العيد بالنسبة للرجال ها يا أبنائي الطلاب دائما نذكر ونحرص على المراجعة فإن طالب وطالبة العلم حريصين جدا على المراجعة وعلى مراجعة الدرس السابقة وعلى تحضير الدرس الجديد ودائما طالب العلم يستثمر وقته في طلب العلم وفي المراجعة وفي الاستذكار فإذن يا أبنائي ما حكم صلاة العيد بالنسبة للرجال أحسنتم بارك الله فيكم يا أبنائي فرض كفاية أي إذا أداها من يكفي سقط الإثم عن الباقين سقط الإثم عن الباقين فإذن ما حكم صلاة العيد للرجال أحسنتم فرض كفاية إذا أداها من يكفي سقط الإثم عن الباقين ونحرص يا أبنائي على أن نصلي العيد وعلى أن نحضر صلاة العيد ولو كانت فرض كفاية ما حكم صلاة العيد بالنسبة للنساء هيا أبنائي أحسنتم يسنوا للمرأة حضور صلاة العيد بالشروط الآتية ذكرنا ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون غير متطيبة والشرط الثاني أن لا تلبس ثياب زينة والشرط الثالث أن تصلي في صفوف النساء في صفوف النساء نات الآن إلى وقت صلاة العيد متى يبدأ وقت صلاة العيد يا أبنائي أحسنتم من ارتفاع الشمس قدرى رمح أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا وينتهي وقتها قبيل زوال الشمس ومرة معنا هذا النشاط نات الآن إلى صفة صلاة العيد فصلاة العيد يا أبنائي كم ركعة؟ أحسنتم ركعتان بلا أذان ولا إقامة يجهر فيهما الإمام بالقراءة وصفتها كالتالي الركع الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الدعاء الاستفتاح أحسنتم بعد ذلك يكبر كم؟ أحسنتم ستة تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام يعني غير تكبيرة الإحرام يرفع يديه مع كل تكبيرة يقرأ الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك بعد أن يقول الاستعادة والبسملة يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم ويستحب يا أبنائي أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة صورة الأعلى وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة صورة الغاشية أحسنتم أو أن يقرأ في الركعة الأولى صورة قاف وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة صورة القمر ثم يكمل الركعة الأولى كغيرها من الصلوات الركعة الثانية يقوم للركعة الثانية مكبرا وهي ما تعرف بتكبيرة الانتقال ثم يكبر خمسة تكبيرات سوى تكبيرة القيام يرفع يديه مع كل تكبيرة ثم يكمل بقية الصلاة كغيرها من الصلوات نأتي الآن إلى خطبة العيدين فإذا سلم الإمام من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما ويأمر المصلين بتقوى الله سبحانه وتعالى ويحثهم على طاعته وفي خطبة عيد الأضحى ماذا يرغبهم أحسنتم ويحثهم في دبح الأضحية ويبين لهم أحكامها نأتي الآن إلى درسنا لهذه الحصة سنن العيد سنن العيد والسنن يا أبناء الطلاب هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه أي أنك إذا قمت به فإنك ستؤجر عليه بإذن الله وإن تركته فلا حرج ولا بأس عليك ولكن ينبغي يا أبناء الطلاب أن نحرص على السنن والمستحبات كما مر معنا في صلاة الجمعة ومستحبات صلاة الجمعة نأتي الآن إلى سنن العيد فيوم العيد يا أبناء الطلاب يوم عبادة وشكر يوم عبادة وشكر وإظهار الفرح والسرور يا أبناء الطلاب في يوم العيد هو من العبادة لأنه في هذا اليوم من السنة إظهار الفرح والسرور فيوم العيد يوم عبادة و شكر و يوم فرح و سرور و كما ذكرنا أنه في عيد الفطر و في عيد الأضحى نشكر الله سبحانه و تعالى على إتمام عبادة الصوم و على إتمام عبادة الحج و كذلك يوم العيد هو يوم فرح و سرور و يستحب للمسلم في هذا اليوم أولا ماذا تعبر عنه هذه الصورة يا ابناء الطلاب أحسنتم الاغتسال تعبر عن الاغتسال فمن السنة في يوم العيد أن نقتسل و نقوم بالاغتسال لهذا اليوم و هو يوم فضيل في حياة المسلمين و هو يوم فرح و سرور و كذلك يوم عبادة و شكر لله سبحانه و تعالى فهذه أول سنة من سنن العيد و هي الاغتسال السنة الثانية أن نرتدي و نلبس أجمل الثياب كما ترون في هذه الصورة الجميلة هذا الطالب و هذه الطالبة قد قاموا ماذا بلبس أجمل الثياب فنحن في يوم عيد نقوم و نرتدي و نلبس أجمل الثياب و أجود الثياب و هذا كان من هدي النبي عليه الصلاة و السلام حيث كان له جبة و هي نوع من أجود الثياب و كان عليه الصلاة و السلام يلبس هذه الجبة في العيدين و في يوم الجمعة و في يوم الجمعة فإذن من سنن العيد الاغتسال و لبس أجمل الثياب و لبس أجمل الثياب أحسنتم يا أبنائي بارك الله فيكم يعجبني هذا التركيز و هذه المتابعة الجيدة منكم ماذا تعبر عنه هذه الصورة أحسنتم يا أبنائي إنه فاكهة التمر من سنن العيد أن نأكل بعض التمرات قبل الخروج لصلاة عيد الفطر و يأكلهن و ترى يعني إما ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع و أما في عيد الأضحى فلا يأكل شيئا حتى يرجع من المصلى فيأكل من الأضحية أحسنتم يا أبنائي الطلاب و إن لم يكن له أضحية أكل إن شاء قبل خروجه فإذن يا أبنائي الطلاب من سنن يوم العيد من سنن العيد أن المسلم يأكل بعض التمرات قبل الخروج إلى الصلاة و يأكلهن و ترى أي ثلاث أو خمس أو سبع و أما في عيد الأضحى فلا يأكل شيئا حتى يرجع و يعود من المصلى فيأكل من أضحيته فإن لم يكن له أضحية أكل إن شاء قبل خروجه أي قبل خروجه إلى صلاة العيد نأتي الآن إلى السنة الرابعة و هي ماذا؟ ماذا تعبر عن هذه الصورة؟ أحسنتم يا أبنائي الطلاب إنه استخدام الطيب والتطيب للرجال خاصة فنقوم باستخدام ماذا؟ الطيب و أجود أنواع الطيب و كذلكم من السنن الذهاب إلى المصلى ماشيا الذهاب إلى المصلى ماشيا و كذلكم من السنن آداء الصلاة في مصلى أي في مصلى أحسنتم العيد في مصلى العيد و في هذه البلاد المباركة و و فقها الله فإن هناك مصليات بالعيد خاصة بصلاة العيد فنحرص يا أبنائي على أن نؤدي هذه الصلاة في مصلى العيد فإن لم نتمكن من الصلاة في مصلى العيد فإننا نقوم بالصلاة و نؤدي هذه الصلاة في أقرب مسجد ستقام فيه صلاة العيد و كذلكم من سنن العيدين الذهاب إلى المصلى من طريق و العودة و الرجوع من طريق آخر و هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه و سلم كان من هدي النبي عليه الصلاة و السلام أنه يؤدي صلاة العيد في مصلى العيد خارج البنيان و كان من هديه صلى الله عليه و سلم أنه يذهب إلى المصلى من طريق و يعود من طريق آخر أحسنتم يا أبنائي بارك الله فيكم نات الآن إلى التكبير في العيدين التكبير في العيدين فحكمه ماذا؟ أحسنتم من السنة التكبير يا أبنائي فالتكبير ماذا؟ سنة و يسن التكبير في عيد الفطر لقوله تعالى و الدليل على ذلك في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون فتأملوا يا أبنائي و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم فإذا يا أبنائي نحرص على ماذا؟ التكبير في عيد الفطر و كذلكم في عيد الأضحى فإنه يسن التكبير في عيد الأضحى و في أيام عشر دي الحجة لقوله تعالى و اذكروا الله في أيام معدودات فإذا يا أبنائي التكبير في العيدين سنة و هو ماذا؟ من السنن التي ينبغي أن نحرص عليها يا أبنائي في يوم العيد فيسن التكبير في عيد الفطر و كذلكم يسن التكبير في عيد الأضحى و كذلكم في أيام عشر دي الحجة نأتي الآن إلى صفة التكبير فمن ذلكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد فنحرص على ماذا؟ التكبير و على أن نكرر و نكثر فنقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد فنكثر في يوم و في عيد الفطر و في عيد الأضحى من التكبير فإنه من السنن طي متى وقت هذا التكبير؟ أحسنتم من ثبوت دخول شهر شوال حتى صلاة العيد من ثبوت دخول شهر شوال حتى صلاة العيد هذا في عيد الفطر و في عيد الأضحى من ثبوت دخول شهر دي الحجة حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من دي الحجة و أيام التشريق هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من دي الحجة فإذن يا أبنائي صفة أو وقت التكبير في عيد الفطر من ثبوت دخول شهر شوال حتى صلاة العيد و في عيد الأضحى من ثبوت دخول شهر دي الحجة حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من دي الحجة و يجهر به الرجال في البيوت و الأسواق و في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى فنكسر يا أبنائي و نحرص على التكبير في عيد الفطر و في عيد الأضحى و نذكر به الآخرين ناتى الآن يا أبنائي الطلاب إلى هذا المقطع التعليمي المفيد الذي يتحدث عن سنن العيد فأرجو أن نقوم بالمتابعة و التركيز مع هذا المقطع التعليمي المفيد هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا انظر يا أبي إنها ملابس عمر سوف يرتديها في صلاة العيد إنها من سنن العيد لبس أحسن الثياب و كذلك الغسل يوم العيد و أيضا الذهاب للمصلى من طريق و العودة من طريق آخر و التبكير في الحضور إلى المصلى كما يفعل جدي نعم إلى جانب الخروج إلى العيد ماشيا بسكينة و وقار و أن نفطر على تمرات في عيد الفطر كما نفعل دوما نعم أما في عيد الأضحى فليأكل المسلم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته هاه لقد بدأت تكبيرات العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا لها من سعادة سنسمع هذه التكبيرات حتى الصلاة صحيح فيسن التكبير ليلتي العيد و عشرة الحجة و أيام التشريق أهذا هو التكبير المطلق؟ نعم فالتكبير المطلق هو الذي لا يقيد بوقت و يبدأ في عيد الفطر من غروب شمس ليلة العيد إلى بدء صلاة العيد أما في عشر ذي الحجة فيبدأ من غروب شمس ليلة الأول من ذي الحجة إلى غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة و ماذا عن التكبير المقيد كما يطلق عليه؟ التكبير المقيد يكون بأدبار الصلوات المفروضة المؤدات في جماعة و يكون بالنسبة لغير المحرم بالحج من فاجر يوم عرفة إلى يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة و ماذا عن من كان محرما بالحج؟ المحرم بالحج يبدأ من صلاة الظهر يوم العيد إلى عصر اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة طيب يا أبناء الطلاب بعد أن تابعنا هذا المقطع التعليمي المفيد نأتي الآن إلى التهنئة بالعيد فالتهنئة بالعيد سبب للمحبة بين المسلمين و تأليف قلوبهم و إظهار الفرح و السرور و دعاء بعضهم البعض و هذا فيه التقوية لأواصر المحبة و الصلة بينهم فنحرص يا أبنائي على التهنئة بالعيد فإن ذلك مما يقوي الأواصر بين المسلمين فما هي الكلمات المناسبة للتهنئة بالعيد في رأيك؟ من ذلك عيدكم مبارك أحسنتم و كل عام و أنتم بخير أحسنتم يا أبنائي نأتي الآن إلى هذا النشاط بالتعاون مع مجموعتك ما رأيكم في زيارة الأقارب و الأصدقاء و الجيران لتهنئتهم بالعيد؟ ما رأيكم؟ أحسنتم يا أبنائي الطلاب بلا شك أنه أمر حسن و قد حثت الشريع الإسلامية و ديننا الحنيف على زيارة الأقارب و على صلة الرحم أحسنتم فهو أمر محمود و مطلوب نأتي الآن إلى التقويم السؤال الأول ما المكان الذي يسن إقامة صلاة العيد فيه؟ هيا يا أبنائي ما هو المكان؟ أحسنتم بارك الله فيكم ماذا؟ أحسنتم هو أن تقام في مصلى العيد خارج البنيان السؤال الثاني اذكر ثلاثة من المستحبات يوم العيد من يعطينا يا أبنائي الطلاب من يشارك معنا؟ أحسنتم أولا الأغتسال والتطيب أحسنتم والذهاب إلى المصلى ماشيا والذهاب إلى المصلى ماشيا و في الختام يا أبنائي الطلاب هذا هو رابط الدرس بقناة عين بإمكانكم الرجوع عليه و الاستفادة من المصادر و الإثراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتميزة إلى الملتقى بإذن الله عز وجل في الحصة القادمة في أمان الله و جعل الله أيامنا كلها أيام فرح و سرور السلام عليكم و رحمة الله و بركاته